60% من طلبيات بناء المشاريع العمرانية تذهب للخواص غير ان هذا القطاع ساهم في خلوب الابداع في تصاميم النسيج العمرانية ما يستدعي حسب نقابة المهندسين المعمريين تأطيرا قانوني وضبط هذه الطلبيات وهو مطلب نادت به الوزارة الوصية في تقنيم طلبية خاصة لأنه معظم البنايات او اكتر من 60% من البنايات تتشكل من بنايات خاصة كان قطاع عام وقطاع خاص القطاع خاص يشغل اكتر من 60% وهذا القطاع الخاص نقوله راه موهمل يعني ما كانش قوانين اللي تضبط يعني ولي واسمه الانفستيسور بريفي ولا الماتر دوفراج بريفي ما يخدمش كما هواتلو هو فامتني لازم يخدم على حسب مخططات يديرها المهندس المعمري مثاق الهوية العمرانية مشروع تطمح اليه نقابة المهندسين المعمريين للحفاظ على هوية النسج العمرانية تزامنا ومشروع تعديل قانون التعمير خلو الإبداع في النسيج العمرانية اشتكت منه حتى السلطات الوصية ما يستدعي إعادة الاعتبار للمهندس المعمارية وإشراكه في مختلف المشاريع المقبلة